عاديل يعني شجاعة كبيرة منك أنك يعني تخرج من المجموعة اللي كتغني كلها بأصوات وأصواتها زوينة وتغني بوحدك فواش خفتي يعني أنك من ذاك الفوكوس اللي كانوش الدين والقروب يعني الدلالي اللي معك في القروب وبغيتي انتب بوحدك تأخذها للمشعل أو لا بغيتي تترى سيد كاريير ديالك بوحدها أول حاجة المجموعة ما كانش أبداً ما كانش هدول هدف ديالي كنا دوز نوقي تزوينات الثلاث سنة مع بعضياتنا غنينا في ميراجعنات كبيرة في عبوظبي في القاهرة في لبنان عمره ما كان لدينا الحد باش نغنيه في المغرب بأنا بذكى مغربي يعني أنا عاد شي كيدرني وكيفاش تفرقنا أنا ما كانش قرار ديالي كان قرار ديال شركة الإنتاج لي العقد ديالنا سالة معها باش نكونوا مع بعضياتنا القارار كان جماعي بأن كل واحد فينا يدير الموسيقى دياله لأنه في الآخر كل واحد فينا خاص يبيل بصمة دياله وشخصيته ولا يوفق الجميع ما كان قلوش بأنه أنا أحسن واحد فيهم أو لأي واحد يكون أحسن واحد احنا مختلفين تماماً اللي كعرفنا عن قرب كعرفة أن كل واحد من دفايب عنده سيل دياله مختلف وعنده تيجاه دياله مختلف وبالعكس أنا بسبب لي يمنفتح على أنه واحدنا إن شاء الله نخدموا مع بعضياتنا لأنهم كيبقوا تشاركنا طعام وتشاركنا حلم والعشرة والعشرة يعني كأي واحد فيهم عندي يعني مع ذكرى زوينة بزاف يعني خوتي كنعتبرهم كنت شوفوا كنت شاوروا مع بعضياتكم كنت شوفوا كيني كان أضروه بزاف كيني كان أضروه بطريقة أقل يعني أنا وكازم كنت شوفوا يوم عادي بصراحة وآخر مرة أطلقت معا كازم منه في كازم بقى من ناس ما فهموه له بحل بحل الشوعة تشاف خول يعني كازم كيبقى عزيزة ليه سعيد بقى عزيزة ليه بيم دياله ممشوز أحمد نقصت العلاقة دياله كيف ما كان في الوغل بأنه يقولوا أنه أحمد كان كاراكتر دياله صعيب أنا يا شكوم بخمسة وعجبتوني بربعة وأحمد صراحة ما أجبنيش بزاف كان كاراكتر دياله صعيب بزاف عاديل يمكن ما يشكش أنت يا راح يتصاحبك وكنت معاه في الفرقة وأنا يا قلت أحمد أحمد قلت شكرا قلت أحمد في شوية المشاكل لا يبقى عزيزة ليه مع بعضياتهم مهم تشي واحد مكامل كما تقولوا ولكن نحن نحن نبقى إنسان طيب وقلبه زوين والله يوفقوا حتى وفي العمل دياله